مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم واستفيد في حصة جديدة إذن في هذه الحصة سنشغل على درس اسم الفاعل والمفعول إذن كيف نصو هادين الإسمين اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الثلاثي ومن الفعل غير الثلاثي ذلك ما سنتعرف عليه في هذا الدرس إذن سنشتغل بداية على هذه الأمثلة لاحظوا لدينا الفعل الأول لدينا رسامة إذن كم عدد حروف هذا الفعل إذن لاحظوا هناك ثلاثة أحرف إذن هذا فعل ثلاثي إذن سنصوغ منه اسم الفاعل إذن إذا كان الفعل ثلاثياً فاسم الفاعل نصوغه على وزن فاعل إذن رسامة ماذا سنقول رسامة؟ راسيم إذن رسامة راسيم على وزني فاعل لماذا؟ لأن الفعل ثلاثي ثم اسم المفعول إذن ماذا أن الفعل ثلاثي اسم المفعول أيضاً له وزن هو وزن مفعول إذن نصوغ اسم المفعول على وزني مفعول من الفعل الثلاثي ولهذا سنقول راسم راسم اسم الفاعل على وزني فاعل واسم المفعول مرسوم إذن مرسوم على وزني مفعول بحيث الميم تقابل الميم الراء تقابل الفاء السين تقابل العين الواو تقابل الواو والميم تقابل اللام نفس الشيء هنا الراء تقابل فاء الوزن الألف مزيد في راسم أيضاً يزاد في الوزن السين تقابل العين والميم تقابل اللام الفعل الثاني لدينا كتاب إذن لاحظوا أيضا كتب فهو فعل ثلاث ولهذا سنصر منه اسم الفاعل على وزن فاعل إذن كتب كاتب كاتب على وزن فاعل واسم المفعول سنصره على وزن مفعول إذن كاتب مكتوب مفعول إذن اسم المفعول مكتوب على وزن مفعول واسم الفاعل كاتب على وزن فاعل ثم لدينا رابحة إذن لاحظوا أيضا رابحة فهو فعل ثلاث إذن في الفعل الثلاثي دائما نطبق القاعدة اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل واسم المفعول يصاغ على وزن مفعول إذن اسم الفاعل من رابحة سيكون هو رابح على وزن فاعل واسم المفعول سيكون هو مربوح دائما على وزن مفعول ثم لدينا فارض إذن أيضا فارض فهو فعل ثلاثي ولهذا دائما نصغ اسم الفاعل على وزن فاعل إذن فاعل اسم الفاعل من فارض هو فارض أما اسم المفعول سنصغه على وزن مفعول إذن سنقول مفروض إذن سنلقي أيضا نظرة على الأمثلة الموجودة في الكتاب لدينا لاحظوا بالغ إذن هذا بالغ فهي من فعل بالغ إذن بالغ فهو فعل ثلاثي ولهذا صغنا اسم الفاعل على وزني فاعل إذن بالغ على وزني فاعل وعننا هنا هذا اسم مفعول مفروض من الفعل فارض اللي تعرفنا عليه هنا تعرفنا عليه هنا إذن صغنا اسم المفعول على وزني مفعول لهو مفروض وهي اللي عنا هنا وقلنا الفعل فعل ثلاثي اللي هو فارد إذن فارد وعندنا هنا تفصيل أكثر إذن قلنا بالغ هذا فعل ثلاثي الفعل هو بالغ وصغنا اسم الفاعل على وزني فاعل ونفس الشيء بالنسبة لي فارد إذن فارد فعل ثلاثي وصغنا اسم المفعول على وزني مفروض أو عفوا على وزني مفعول اللي هو مفروض ومن هنا نستنتج على أن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد يصاغ على وزني فاعل كتب كاتب بلغ بالغ سأل سائل جلس جالس وقف واقف دائما على وزني فاعل أما اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجرد فهو يصاغ على وزني مفعول مثل مفروض مرسوم مدخول مسؤول مكتوب موقوف إلى غير ذلك إذن دائما الفعل إذا كان ثلاثيا مجردا نصغ اسم الفاعل على وزني مفعول أو عفوا اسم المفعول على وزني مفعول واسم الفاعل على وزني فاعل الآن سنتعرف على أمثلة أخرى خاصة بالفعل غير الثلاثي وسنصغ منها اسم الفاعل واسم المفعول إذن عندنا مثلا ناخد هذا الفعل زاولة إذن زاولة لاحظوا هذا الفعل عدد حروفه أربعة إذن هذا فعل غير ثلاثي وما دام غير ثلاثي فصياغة اسم الفاعل واسم المفعول منه أول ما نقوم به هو تحويل الفعل إلى المضارعة إذن نقول زاولة يزاول زاولة يزاولة فنبدل حرف المضارعة حرف المضارعة هو يزاول تزاول نزاول أزاول إذن حرف المضارعة تجمعه في كلمة أنيتو وهي الهمزة همزة القطع والياء والنون والتاء إذن هنا حرف المضارعة هو الياء نبدله بميم مضمومة هكذا ونكسر ما قبل آخره فنحصل على ماذا؟ نحصل على مزاول إذن نحصل على مزاول هذا اسم الفاعل أما اسم المفعول لاحظوا أيضا الفعل المضارع نبدل حرف المضارعة بميم مضمومة أيضا ولكن الفرق نفتح ما قبل آخره فنقول مزاول إذن مزاول مزاول إذن اسم الفاعل من الفعل زاول هو مزاول أما اسم المفعول فهو مزاول لاحظوا أول هميم مضمومة وما قبل آخره مكسور هذا اسم الفاعل أما اسم المفعول فأيضا أول هميم مضمومة وما قبل آخره فهو مفتوح إذن كيفاش حصلنا عليها بنسبة الاسم الفاعل أبدلنا حرف المضارع بميم مضمومة وكسرنا ما قبل آخره أما اسم المفعول فأيضا أبدلنا حرف المضارع بميم مضمومة لكن فتحنا ما قبل آخره إذن مثل آخر لدينا تعدد إذن لاحظوا تعدد هل هو ثلاثي أم غير ثلاثي إذن طبعا كما نلاحظ فعدد حروفه خمسة إذن هذا غير ثلاثي إذن غير ثلاثي إذن لصياغة اسم الفاعل واسم المفعول منه أولا نحوله إلى المضارع إذن نقول تعدد يتعدد ثم نجري التغييرات إذن قلنا بالنسبة لصياغة اسم الفاعل نبدل حرف المضارع ميما مضمومة إذن حرف المضارع هو الياء نبدله بميم مضمومة ونكسر ما قبل آخره نكسر ما قبل آخره فنحصل على متعدد إذن اسم الفاعل هو متعدد أما اسم المفعول إذن دائما الفعل المضارع نبدل حرف المضارع بميم مضمومة هكذا ونفتح ما قبل آخره فنحصل على متعدد إذن اسم المفعول متعدد متعدد إذن اسم الفاعل متعدد واسم المفعول متعدد الفعل الموالي لدينا استخرج إذن استخرج كما نلاحظ فهو غير ثلاثي إذن غير ثلاثي إذن نطبق عليه القاعدة نحوله إلى المضارع استخرج يستخرج ثم لصياغة اسم الفاعل منه نبدل حرف المضارع بميم مضمومة دائما لتصبح ميم مضمومة مو ونقصر ما قبل آخره فنحصل على مستخرج إذن مستخرج إذن هذا اسم الفاعل أما اسم المفعول فكذلك نبدل حرف المضارع بميم مضمومة لكن نفتح ما قبل آخره فنحصل على مستخرج إذن مستخرج ثم مثال آخر لدينا تواصل إذن كذلك تواصل فهو فعل غير ثلاثي كما نلاحظ عدد أحرفه خمسة إذن غير ثلاثي مدى نفعل نحوله إلى المضارع تواصل يتواصل أو تتواصل أو أتواصل أو نتواصل إلى غير ذلك ف لصياغة اسم الفاعل منه نبدل حرف المضارع لهو اليأ بميم مضمومة و نكسر ما قبل آخره فنحصل على متواصل إذن متواصل إذن مكسور ما قبل الآخر أما لصياغة اسم المفعول منه فكذلك نبدل حرف المضارع بميم مضمومة لكن نفتح ما قبل آخره فنحصل على متواصل متواصل إذن القاعدة التي س نستخلصها هنا هو أنه لصياغة اسم الفاعل من الفاعل من الفاعل غير الثلاث نبدل حرف المضارعة بميم مضمومة و نكسر ما قبل آخره و لصياغة اسم المفعول دائما من الفاعل غير الثلاث دائما نبدل حرف المضارعة بميم مضمومة ونفتح ما قبل آخره كما نلاحظ في هذه الأمثلة الأربعة إذن سنلقي نظرة على الأمثلة الموجودة في الكتاب إذن لدينا عنا الفعل تعداد اللي تعرفنا عليه هنا عنا الفعل تعداد وعنا كذلك الفعل زاوال إذن هذه الأمثلة تعرفنا عليها إذن كما نلاحظ في هذه الأمثلة تعداد فهو عدد حروفه تزيد على الثلاثة يعني غير ثلاثة نحوله إلى المضارع يتعداد ف اسم الفاعل متعددة أي أبدلنا حرف المضارعة بميم مضمومة وكسرنا ما قبل آخره فحصلنا على متعدد أو متعددة زاوال إذن هنا صغنا اسم المفعول إذن كما نلاحظ هو فعل غير ثلاث نحوله هنا إلى المبني للمجهول أو إلى المضارع ثم نفتح ما قبل آخره إذن كلاهما صحيح إذن هنا نحول إلى المضارع المبني للمجهول يزاول أو يزاول ثم فيما بعد نفتح ما قبل آخره فنبدل حرف المضارعة ميمة مضممة ونحصل على مزاول إذن كيف يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي وكيف يصاغ من الفعل غير الثلاثي إذن قلنا من الفعل الثلاثي يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل إذن عالم عالم على وزن فاعل كتب كاتب على وزن فاعل دخل داخل على وزن فاعل رسم راصم على وزن فاعل وقس على ذلك أما الفعل غير الثلاثي مثل ساهم فيصاغ على صيغة مضارعه أي نحوله إلى المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضموم وكسر ما قبل آخره إذن ما قبل آخره نكسره مثل ساهم يساهم مساهم زاول يزاول مزاول قدم يقدم مقدم واصل يواصل مواصل إلى غير ذلك أما اسم المفعول فهو يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعول مثل رفع مرفوع دخل مدخول سأل مسؤول كتب مكتوب رسم مرسوم إلى غير ذلك أما من الفعل غير الثلاثي فهو يصاغ على صيغة مضارعه بمعنى نحوله المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره وفتح ما قبل آخره مثلا كرم يكرم يكرم مكرم قدم يقدم يقدم مقدم مثلا استنتج يستنتج يستنتج مستنتج إذن دائما أول هم مضمومة ومسلوح ما قبل الآخر